نقابات قطاع النقل الطرقي تتجاذب نقطة النزول لليل احتجاج ضد غلاء المحروقات دون الوصول إلى توافقات ففي وقت أعلنت نقابة واحد لتنزيل الخيار تكتوب إيس براس تنتظر ثلاث أخرى تبيان مصير الدعم الحكومي للمهنيين وانخفاض الأسعار النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع دعت إلى المشاركة المكثفة لإنجاح الوقفة لاحتجاجية المزمع خوضها من طرف الاتحاد الوطني للشغل في المغرب يوم الأحد الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط ينقل الإعلام الخبر أعطال بعشرات السيارات شكاوة لاحق جودة الوقود بالمغرب يعنون موقع الحرة عشرات المتضررين احتجوا أمام محطة لتوزيع الوقود مطالبين بالتعويد عن أضرار لحقت مركباتهم بعد تزوودهم بوقود ذي جودة رديئة أو مغشوش ودعوا هيئات المراقبة إلى التحقيق في هذه الواقعة المغاربة يكتوون بنار غلاء الوقود وشبهات حول الاحتكار تعنون العرب الجديد